احرارك انه اللي يساعد هو تكسيد للخبرة المصرية خبرة الإسلام المصرية أنا بسميه إسلام البراح إسلام الخضرة الرجل كان من الأليوبية إسلام النيل يفتح الشباك يحقينا كان يفتح الشباك خضرة على مرمى البصر ونهر النيل وده فقيه مصري خالص والإمام الشافعي قاعد اعتبار ليه كثير من قرأ فده إسلام الخبرة إسلام التهطال إسلام محمد عبدو إسلام شلتوت شيخ شلتوت ما حفظ الألقاب طبعا إسلام عبد المتعال الصيدي عبد العزيز كامل مجددين الكبار مجددين الكبار هم كانوا مروغين أو غير حاسمين في الرد على هذه الاشكالية وأنا أظن أنهم فيه اشكالتين حقيقيتين لديهم هو امخراطهم في العمل السياسي لفترة زمانية جعل الجانب الفقهي والتجديد الفقهي يتراجع عندهم يتراجع أو يبقى في درجة تانية هو لم يكن منهم فقيه ما حصلش ولم يكن منهم عالم على استطلاق ممكن حتى القراضوي لأنه خرج يعني كان بره من مصر آخر لكن هم هي فكرة أن أنت أجلت حسمك لكثير من القضايا وإحنا لما نتكلم لاحقا تبين أنه في الواقع العملي لما أنت مارست العمل السياسي وتوليت السلطة ما قدرتش عمليا يعني تتعاطى مع الإشكاليات اللي كانت مصارمة مصارمة يعني أنتوا أبناء اللي هو زي ما قلت عصر التوترات الدنيا اللي كانت في القلب منه جماعة الإخوات ترجمة نانسي قنقر